السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو سنكمل الاشياء السابقة في هذا الفيديو احنا عملنا رن طبعا الرن اخذ كثير وقت لانه في اندي بيدلت اناليسيز و انا عامل المشات نصف و كثير مشاكل تمام حسا هذا احنا المرة الماضية صممنا البيمات على السيف تمام طبعا على السيف ما كان في اي مشاكل بسبب انه كان في رجل زون في سوالف كذا فكانت كل البيمات امورها تمام اما هون في الاتاب هس راح طلع عنا فشل تمام حسا انا ممكن اعمل الفشل لانه احنا حكينا نتائج السيف اضاق و ممكن انه نكبر المقطع بصراحة انا مش مقتنع تماما من فكرة انه فيه هدن بيم على الدائر كلنا منعرف انه دائما فيه دروب بيم فبالتالي انا فعليا راح اعمل ايش راح اعمل تغيير للسكشن تمام حسا احنا عنا بدنا نشوف قراءة النتائج كاناليسيز منيجع له هاي الكبسة او خلينا نجع على الرياكشن اول شي بالتدريج او الاندي فارم تشيب زي ما بدك هاي الاندي فارم تشيب combination ultimate و هاي طبعا اذا بدي ارسم كونتور للاسلابات يعني درو كونتور فهاي انا عندي هاي كونتور هاي كونتور عندي على قيمة 18.18 فلاد سلابات اذا انت بدك مثلا displacement على Y فهي عبارة عن صفر تقريبا لان انا ما عندي هنا على Y و هكذا بدك تعمل هاي بدك رسالة displacement ممكن هي الاصاح فهاي كانا displacement عندي و هاي على قيمة هون اللي هي عبارة عن اه عبارة عن 18 ملي هاي طبعا ايش ليس زي لاي شوف الطوابق اللي فوق طوابق اللي فوق في شوية اختلافات اكيد لانه في منو شير وال ما في شير والو هكذا مجموه ما لحكي كثير احسنا نجد الرياكشن 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 الاعمدة اللي هي انا اللي اعمال زي هيك ما رح تلاقي اي لود نونف dense تلاقي عندك الرياكشن الاعمدة و الرياكشن و الولز كمان الولز على لياكشن تمام و حتلاحظ العمود الرياكشن الرياكشن الريئ هي الثمنمية هذا الرياكشن الرياكشن الريم الاشتراع و هو الان لي tanto لذلك وتكلافت المหران باس تسjego تقوم بت governo تقوم بتنؤتي بالرياكشن فيها كنت تحصل قيم الرياكشن لكل عمود لاحظ ان الاعمدة الداخلية عليها احمال مثلا 1500 و هكذا 1700 اكيد الاعمدة الداخلية عليها بالعادة اكبر من جنة قواعدها اكبر هاي الجوينتات الاعمدة الجوينتات الكولومز و الولز المهمة ستستطيع ان تعملوا رأي ا also export الاعمل ل الطريقة الاعمل لداتة مثلاع اكسل مثلا ايش يaha ت光ع القضر الاعمل لطريقة الاعمل مثلاع ايش اطلعهم. نعمل اوكي. شوف شو دي صار معنا. مثلا هنا. اوكي. سيف. حس راح وديلي الدياتا. يمكن يطول. يمكن ما يطول. ان شاء الله اعلم. اعطلهم صفحات تماما سيفتم هون. يوتيوب. نعمل في الاكسل. نعمل في كل الرياكشن. عندك مجموع الرياكشن كلهم بالالتين واربين الف. انا ما هي بدي اشي اياها. انا ما بدي اياها. انا رياكشن الاعمدة. اكسل. مثلا مش الرياكشن. ممكن جوينت رياكشن. ديزاين رياكشن. خلينا نشوف احنا اكثر من اشي. الفريم رياكشن. مثلا. بيقدر. خلينا نبدل هاد. هاد ماشي اياه. لازم نطفل ملف. فكرا انه. يمكن تعمل اكسبورت لقيمهايه كي تصمم مثلا. متكل حاب تصمم شو. عشان تصمم القواعد على اكسل مثلا. لان تصميم القواعد. يمكن تعمل اكسبورت لكل شيء. بس انا افهمني الاشي اللي انا بدي اياه. افهمني الاشي اللي انا بدي اياه. ملف بعد وما اعمل. اقول انا اعمل هاد. هيا البيت رياكشن هيا هذا اللي انا بدي اياه مثلا نعمل تصفي اصلا انه ما نودي كل شي نودي الوركينج نودي كذا هاي انت اي شمع قيام هاي كيف شو قصدي يعني هون فاندك هون تسيب هاي شو تيبلز مثلا انت اي تيبل بدك مثلا اللي انا اخترتهم بشوي هاي انا اخترتهم بقدر انا اعمل بقدر انا اعمل فلتر بقدر انا هون اعمل فلتر انه مثلا ايش اختار لي اللي بساوي او هون في خيار انه تخفي بديش انا اللي مند تلاود تقدر تخفيهم تقدر تخفيهم اختار لي بس مثلا بدي من الالتيمت انا بدي من الالتيمت هاي عشان اصمم تصميم طب بدي من الوركينج هاي من الوركينج تمام هاي من الوركينج اوكي فهيك انا اعمل لي دخلنا اكبر هاي هاي بتقدر هاي هذا هو قيم الوركينج بتقدر كمان الستيشنز الستيشن بختار الستيشن الصفر بالعادي اذا بدي الستيشن بختار الصفر تمام اوكي فيه خيار ان انت تختار اللي بتساوي الصفر فقط هايو لان انا باهل من الستيشن الصفر بالعادي ان هي اعلى قيمة تقدر هاي انت تعمل هاتول اكسبورت اكسل اكسبورت او اكسل هسا هاي قاعد بعمله ملف اكسل قاعد مشان يقعلق نصبر عليه هايو هاي فتح لي ملف اكسل ملف اكسل في الاعمى دي سي وان سي دو سي ثري سي فور كيف انا عندي اعندي اعندي اهم كله من كل الطوابق اذا بنت لاحظ كل الطوابق تمام هاي بدي كتصمم فاوندشن طبعا الان اذا بدي كتصمم فاوندشن ان كل الطوابق تعمل تأخذ نتائج الطوابق الارضي يعني بقدر انا اصافي كمان بس بدي الول وي ساكنت بس انت تقومي بس يعني هذا كله بقدر اقومي بشيله تمام واشتب لوين اشتب هذول تمام و اجيب هذه القيم طبعا اللي انا اسحبها لفوق يعني اقدر اسحبها لفوق تمام فهاي انا اعمدت طابق الارضي فقط لانشان انا نصمم على لودات الطابق الارضي ايهايه فانا ايش بيهمني مثلا بيهمني بس اللود بس اللود لاحظ الموقتات كثير قليلة انا بقدر امسح كمان هذول بقدر امسح كمان هذول المهم بقدر هاي اللودات هاي اللودات بقدر عملها كتصميم يعني انا معي البي طبعا احنا منعرف انه انه السايز للقاعدة السايز للقاعدة ليش خاطو يساوي السايز السايز شو بيساوي بالعادة البي على البرين كابستي تمام فلنفرض البرين كابستي انا اياها بتساوي ميتين كيلو نيوتين عن متر مربع انا هكذا افرض لك اياها فبالتالي انا شو بعمل هون بعمل يساوي absolute value طبعا للقيمة هاي على مين؟ على الميتين تمام؟ وبرح بسحابهم بعملهم هيك انا طلعت ابعاد القواعد اللي انا بحتاجه وهذا المشروع ابعاد القواعد يلا انا مثلا هذا الوضع عمد 1 وربع بفرض مثلا البي بوينت تابعة والل كذا يلا فرضت البي بعمل البي بعمل البي بعمل البي بوينت سبعة مثلا انا بحكي كمثال انا ما بصمم فوتينج هسا بس بقولك انه شو بقدر استفيد من هذا الاشي انه بقدر هاي عملها مباشرة كشيت اكسر من خلالها فبقدر اطلع ابعاد القاعد اللي بحتاجها يعني شوف هذا العمود سيتو بحتاج قاعدة مساحة اثنين بوينت ثمانية طب شوف هذا القاعد العمود سيتسعة بحتاج قاعدة على فرض ايزولات فوتينج يعني قاعدة بعدها خمسة بوينت سبعة سبعة وهكذا فهذا جدا اشي ممتاز ك اتابس انه بصدر قراءة النتائج اللي بتلزمك وكذلك كبيم كمومنت كبهار بقدر صدرهم كالتيمت وهكذا فهيك احنا شو عملنا طلعنا نتائج الاعمدة مام نتائج طلعت انا ايش طلعت نتائج الاعمدة الرياكشن من خلالها بقدر افحص هذا العمود سيف او ان سيف خلالنا نكمل انا عندي مثلا كيف ممكن اصمم الاعمدة كمانيول كشيت اكسل على فرض انه شورت كولوم وننسواي فريم مثلا وكيف بقدر اتأكد ان الاشي هذا من الاتاب سيني هذا ممكن يكون ديزاين كولوم عيني يعني مش بتصمم تصميم كامل مثلا وناخذ الاتاب سون في خيار ديزاين تمام كونكريت فريم ديزاين بتقدر تتحقق من الكود منك مثلا تتحقق من هي السواعية في كلها الفاي وما فاي وتقدر تعديلها طبعا اي شيء تصدره بالاحمر تمام بتقدر تعمل ايش اختارها ultimate بتسحبها من هون لهون مثلا تمام بعدها نشوف تعمل تعمل ستعمل فاكو قاعد بصمم بصمم قاعد الأعمدة والبيمات بصمم الأعمدة والبيمات تمام نروع على 3D مثلا نروع على 3D تلاقي بعض الأعمدة لونها أحمر طلع أحمر أحمر شو يعني لود أحمر أو عمود أحمر عمود أحمر يعني فاشد يعني هذا البيم رح يوقع طب والبيم والبيم نفس الطريقة خلينا نفتح بلان بتلاحظ انه هذا البيم رح يفشل طب بتقولي على السيف ما طلع فشل بقولك ممكن اختلاها بضرامج بانه هاي القيم اللي طالع معاك هي قيم التسليح يعني هون عندك هاي 1045 يعني هاي 1054 مليمة المربع يعني انت بحاجة مومنت ميزان هون 1045 1054 ومن هاي الجهة 142 بس احنا نأخذ دائما الأكبر مثلا أنا بحاجة ميزان سفلي 495 بحاجة الاسبان هاي 263 وهكذا طيب ليش فيه أحمر لو تكبس عليه كبس يمين بقولك فيه هون شير ستيل كان فيه مناطق معين عمره تمام بعدين بالمناطق اللي بالنص قال لك انه اس اس يعني فشل بس مش منطق انه البيم هذا فشل مثلا على 1.4 1.4 بس على يعني بعد نص متر كانت اموره تمام ففيه خلال ممكن من البرنامج بس من ابتائيا حين نقدر نعدل المقطع قلت لك رح نعدلهم لدروبين ان شاء الله بس خلال نيجي هذا العمود هذا العمود بقولك انه فشل تمام هاي بقولك فشل انه كل مكان هو فاشل طيب ليش خلنشوف عنا ايش سمري هاي سمري مشان ايش تشوف هاي هذا العمود بقولك هاي شكله هو عبارة ان سي 20x50 ابعاده و 2500 ايه الفي كده الفي كده بقولك اللوت 0000 هي مش صفر طيب شو مشكلته هات بقولك انه هذا العمود فشل طيب ليش فشل طيب خلينا نشوف ليش فشل هذا العمود فشل بسبب انه ما تحمل اللوت كيف عرفت احنا قبل شوية لما رحنا على الرياكشن كان هذا اللوع 1700 صح صح طب كيف اتحقق منه مانيول بقدر اروح وين في اندي شيت اكسل انا عامله اسمه كله مش بره نزله مخلال الفيديو هذا الشيت انا عامله عشان تتحقق هل هو سيف او انسيف تمام؟ هل هو سيف او انسيف وكان لنفس المخطط هذا ما خافضني اه لنفس المخطط هذا بحيب بعض التعديلات فلو احنا قلنا على العمود العمود هذا قدش بعده وقلنا قلنا عشرين بخمسين فشو بعمل؟ بتحط 1.2 وبتحط 1.5 طبعا الاصفر انت بتحط الازرق والابيض والاخثر هو بيحسبه هل تقديش علي الوود؟ الوود 1700 قللك قللك انسيف ليش؟ المقطع هذا هي عبارة عن 100000 مليمتر مربع انت حسبت 11000 انا لازم اكبر المقطع هذا العمود بده اكبر مقطعه طب لا كم اكبر مقطعه؟ اكبر العرض تبعه اكبرت ربع بصير سيف طبعا انا بتحطيك تسليحه 1250 1250 شو يعني؟ مره على تبع البيم تمام؟ بتروحا بالخط 1250 يعني انت بدك 4.20 مثلا كتسليح او 8.16 طب ليش محطاتش سبعة؟ طب احنا منعرف انه العمود مكتل اسليح فردي انا بدك 8.16 اسليح العمود ها تمام؟ اكبر مقطعه بعدم بشوفه في 8.16 فانت هسا بتقدر شو تعمل؟ بتقدر تعمل على هذا تقدر تعمل في خيارهم بالإي تابس اه هون concreality frame design بقولك verify all member based بقولك انت عندك 61 member هل تكترون؟ لو انا اخترت ام بي ام بي ام بي ام بي بمات عمدة انا لا اريد اخترون فالتالي اختارهم طب نرى بالطوابق اللي فوق العمود هاذا ليش لانه هو kalau تأتي هون دعا تعطي Axial force اوكي تأتي على 3D تجد على 3D فهي الاحسل الفرس عندي انا هون كم؟ 1700 هون كم؟ 1400 هون 1100 طيب هون كم؟ 830 فانا ارجع اشيتي الاحسل اصلا اضع لود مثلا 1400 هاي المساحة 0.2 هاي المساحة 0.2 اصير safe اصير safe وفعلا اه safe وين؟ هون هون safe تمام؟ طيب طبيق هذا unsafe طب خيضا unsafe 100 safe 400 safe 1450 safe 500 safe 1600 unsafe 1550 unsafe هذا العمود يعني اقصى حياتي بتحملوا هذا العمود تقريبا 1520 كنو نوطن تمام؟ اهيك أنا بتديب الاكسي الفرس طب في حل احسن منيك طب افرض انا مش واضح عندي اقول ايه حل لو تفوت على البلان هون وتعمل اضافة تمام اضافة 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 فتقدر تعمل خط سكشني مر بسناتر الاعمدة زي هيك مثلا وتكبس كبس يمين وورجيك الاعمدة كيف شكلها فهك انت بتقدر تعمل طبعا مرات ما بطلعه للامانة شايف ما طلعه حسب مرات يكون في مشاكل بالسكشن بس تقدر تطلع اصلا الرياكشن تقدر تطلعهم كأسهم كأنه ما طلعه خلاص لان الصفحة هي نفسها فيها مشكلة بس انه لو تشوف الشغلات الثانية بزبط معك لو تجرب تأخذ شايف مثلا اه 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 تجرب تأخذ مثلا هاذ واجرب هاي الا ما يطلعن مرات زبطة مرات لا شايف زبطة فيما امارات مشاكل مثلا بالاليفيشن اضعك بشغل اكسيال لود ليش ما بعرف الامانة فهك شايف هذا الاكسيال لود عليه 1200 لو تكبس كبس يمين هذا العمود وهو 20 بخمسين 20 بخمسين اعلى لود عليه كم 1241 واجه هون 1241 20 بخمسين بقول لك العمود ساف وتسليحه 1000 يعني 6.16 أيها 1000 كم يعني 4.18 أو 6.16 تمام تمام هيك تسليحه هيك تسليحه هيك تسليحه وحتها لو تشوف هون design concrete frame design وهون في خير disability info check بتقدر تخط له كم كم اللونكتو دينا ال reinforcement كم بده التسليح تسليح تسليح 1000 تسليح 1000 لماذا تسليح 2019 عادي عادي يعني يكون البرنامج مهم ما اخذ تنساش انه ما اخذ ال wind load باعتباره ما اخذ ال wind load شايفون 1241 بس ما اخذ في عندك moment بسبب نسبة التسليح 2% لسا انتبك توقفها قاعدة لازم لما تعمل design concrete frame design display info check تعمل تعمل اوكي اذا نسبة التسليح اكبر من 3% بدك تكبر المقطع حتى لو انه كان لونه مش احور يعني هون انا هون نسبة التسليح 2% باقولك اموري تمام تمام فانحنا نروع على 3D او نروع على السكشن الثاني مثلا هون هون او اس اصلا نسبة التسليح اكبر من 8% طب شوف هذا العمود هذا العمود 4.77 ممنوع تسلحه فانحنا بالواقع ممنوع مع انه نروع 8% بس تسليح لازم اكثر من 3% هيك الكود بقولك كود الأردني فبالتالي هذا العمود انا بختاره مثلا وبختار هذا وبختار هذا وبختار هذا مثلا بقدر اعمالهم ايش بفك الحل define section property frame property ثم ممكن اكبرهم كيف اكبرهم شايفين اللي انا اخترتهم بتقر تعمل assign frame section property وبتعمل طب في خيار غير هيك بقولك او في خيار انه انت انك انت تعدل السكشن تبعه انك انت تعدل السكشن تبعه كيف يعني بتفوت summary او لا كأنه override اه بتفوت على override هذا العمود بتقدر السكشن تبعه 25.60 طب لما صار 25.60 هل راح يفشل؟ قلي اول وبعد وفاشل ومش عارف اي سكشن اللي غيروا اه اه اي 25.60 بعد وفاشل واصلا هال عمود هو 25.60 واكبر ما يمكن وخلا نجرب على عمال 20.50 ما غير اشان ممكن لازم اعمال redesign مرة ثانية نجرب مفرد ان يتغير يعني انت منطقية تهر فيديو مستحل 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 انه يظل نفس ما هونس بالتسليح بعد ما كبرت المقطع الممارس هاه شايف توقع 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 تغيرت اه هاي بطل او اس شايف بطل او اس بس خيارت المقطع اه اكيد بدو يتغير معك اكيد يتغير معك فى هون تسيبلاي بربار باستيج اوكي صارت واحد بالمية معنى قبل شو كان فاشل بس خلص لما كبرت مقطعه رجعه ٥٥٥٥٠ رح يفشل فبالتالي انت بتقدر تغير ابعاد العمود بطل فاشل العمود عمود بطل فاشل انا غيرت مقطعه انا غيرت مقطعه مثلا مثلا سوف تعمل على هذا الاساس سوف تعمل على هذا الاساس يعني انت كيف تصمم الكولوم بدون زلازل انت شايف العمود هذا ضبط تسليحه هذا البيان فاشل بسبب ايش بسبب الشير عادي كبر المقطع بس انا قدنا نغير المقطع فانا رح اعمل فريم سكشن انا ما بقدر اعمل لازم افك الحل وعمل مقاطع جديدة كيف مقاطع جديدة يعني انا اعمل define section property frame section اعمل مثلا من هذا او من هذا العمود 25x60 او مثلا 20x50 اعمل منه كوبي بس ايش يكون 600 300 مثلا عمله تعديل تمام او مثلا او مثلا او مثلا او مثلا س 30 30x60 مثلا او مثلا اعمل منه كوبي 30x60 وخلي وخلي وعمل مثلا او مثلا او مثلا او مثلا 300 2800 تكبر المقطع على حد ما يزبط تمام انا استعملت اوكي البيمات اللي عندي assign frame او لا اعمل select select object type beam اخترت كل البيمات اعمل assign frame section property بدي اختار ما هو الاشي 30x60 وعمل اوكي تمام او بدي اعمل ايش run طيب خلينا نوقف الفيديو التوقيف باو صعبين ما يعمل run مع فاهي خلص run اخيرا بعد خمس دكايك تقريبا نعمل design frame design start design check طبعا هو اختار combination اللي كنا اعملها يعني صفة الفكرة معروفة انه احنا نعمل design ونشيك هل هو تصميمنا صحيح ولا لا انا نشوف ماذا بدي تغير معنا طبعا هذا السقف لو تصمم عرب تسلاف بيكون اسهل واريح بكثير ما عندي بيماد راحت يفشل لاحظ لما غيرت ابعاد البيم ل drop beam ما عندي اي فشل هون طبعا ما عندي اي فشل الفشل وين بس هذا البيم لانه مرتكز على بيمين ف زي ما تقول الترابط كثير قليل بسبب الشير بسبب الشير نفس الفكرة مع انه على السيف ما عندي اي فشل ممكن ارجع اكبر مقطع طبعا نشوف توابق الثانية خلنشوف توابق الثانية اه برضو هذا البيم لانه مرتكز على بيمين تمام ضليله هذا لا يعتبر بيم هذا نفس البيم اللي فوقه مستحيل بيم فاشل من هنا مش فاشل من فوق فهذا البيم ضابط اعتبره ضابط بديك نعمل شوك نعمله عادي نكبره بس مش منطق هذا الاسبان هاي تكون ثلاثين بستين والاسبان هذيك هاي ماناته في خطأ من البرنامج عادي اوكي نظل هذا فاندي بيمات فاشلة هون لا هون نفس البيمات شعيف لاحظ دائما نفس البيم هذا لانه مرتكز على كنتليفر مرتكز على بيمين لاحظ انه نسبة الفشل قلت لما كان اندي دروب بيم لاحظ الامد بالطوابق الفوض وستحيل تفشل خلص فيش فشل هذا فاشل هذا فاشل لو هذر بتسلاب بتلاقي البيمات تايمير تكسع بيمات اكثر فبطلع الوضع احسن هالبيمات انا اخترتها كلها طيب بقدر اروح اعمل نعم لا بقدر اعمل احسن design concrete frame design change design section بقدر اغيير احسن مثلا 30 ب70 و شو بصير مع المصار 30 ب70 بعمل start design check برضو فشل برضو فشل برضو فشل بدكترجع تكبر بس اللي فوق زبط ولا لا دقيقة اه اللي فوق زبط بالطوابق اللي فوق زبطت لاحظة البيمات بلشت تزبط هذا البيم فيه مشكلة كبره وهذا البيم معنى البيمات مالها دخل بالاحمال يعني المفروض اللي فوق نفس اللي تحت بس ابصر ايش الخلال اللي صار عندي يعني هو البرنامج ابصر ليش في الورات مساعدة بالنهاية هذا البيم علي شير عالي لازم اكبره وهذا فوق الناس يتطاظر له طيب هس بدي ارجع ايش نفس الشي نفس الشي نفس الشي نفس الشي نحاول اكبره ثلاثين بثمانين وعمل ايش ريديزاين ضبط 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 كل شي ما عادة ايش ما عادة البيم الصغير اللي كان هون ما عادة البيم الصغير اللي كان هون مش مشكلة مش مشكلة حسا شو صفه معنا صفه معنا انه كل البيمات عبارة عن ضبط 30 60 ما عادة بعض البيمات اللي كانت هون على الكنتليفر اضطريت اكبر مقطعها اضطريت اكبر مقطعها لانه هي اصلا ما بتتحمل لها طب شو صفه عندي هسا صفه عندي بعض الاعمدة الاعمدة فعندي اعمدة بدي اعملها تعديل اي اعمدة فيهم اعمدة هاي هذا العمود تكبس عليه select اشان اتاكد انه اي عمود اللي عمله select تكبس على joint او والله العمود هاذ اللي وعش خمسين بعشرين اللي تختار العمود هاذ فين تكتر ايخ اسهل اه تعمل elevation draw develop elevation بس بدي اتاكد من اللي فاصل الضربين عندي تمام اللي ضربين عندي بس هتلاك الثلاث هلا في واحد تحت كمان تمام اللي ضربين عندي هاذ هاذ وهاذ طب خلنا اجرب ارسم elevation اجرب هالشغلة اجرب ارسم من سناترهم زي هك اشوف شو بتطلع معي اولا رسمهم تمام خليني اشوف شو كان فاشل عندي كمان عشان احفظهم لو متغيرش اللون تمام اللي فاشلين دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبالطابق اللي فوق هذا مش فاشل مش مشكلة هما الخمسة هاد لك واثنين ثلاثة اربعة خمسة طيب نرسم elevation line بوصل بينهم كل اياتهم نقرب بس لازم تلمس سنتر العمود سنتر العمود وهذا العمود وهذا العمود وهذا العمود وهذا العمود وهذا العمود وسوف الآن قاموا debit تمام ههو قاعد بصمم بصنتر أو عمود تمام الآمود اللي فاشله عندي بظل لله هاذا العمود هاذا العمود هاذا العمود وهذا العمود و هاذا العمود و هذى العمود و اضع العمود بس هاي كل العمود الفاشل عندي بالمبنى بتقدر تعمل ايش concrete frame design change design section وتكبره الى 25 ب 60 بس اتأكد اذا على top view ضلهم نفس الشكل ولا لا انه افقيات 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 تمام تجرب بس اعمل ايش concrete frame design بعد ما كبرتهم شود يصير زبطط هذا الطابق الثاني اعمدت زبطط طابق الاول عمدت زبطط كله كل الاشياء زبطط اذا كنت تعمل concrete frame design verify all main barzai يقول لك في واحد فشل شو هو هذا الواحد هو الصغير اللي بيطابق الصغير هون 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 هذا الbeam فشل مش منطق ترسم بيم ولا اقول لك خاص ولا اكبره شو بده اعمل concrete frame design change design section بده اخلي ايش 30 ب 70 نعمل ايش design section مش منطق انه الاسبانات تكون خلص زبط design خلنا اعمل safe طبعا لانه خلص المبنى مش خلص جاهز الاتاب يعني فعليا خلصنا منه start design check ليش عملت مرة ثانية ليش عملت مرة ثانية ليش عملها في اجدائيا يعني اعمال design concrete frame design verify all member past كل المبنى كل المبنى مضابط كل المبنى مضابط طيب فرضا بدي اصمم sheer wall شو بعمل درو من center من center تمام شو بعمل بعدين design في عندك sheer wall design وبعمل start design check طبعا لكل لكل wall بدي اعمل نفس الطريقة انا قاعد بصمم مساء الولد ان شاء ما يطفل من بين اللي عندي الدرج هاي التسليح طبقه التسليح 2477 00ば 63 3.60% كبس يمين كبس يمين على الشير والد تمام؟ أعطيكم هنا هاي ساماري لثيك نسي لها 20 الاريا له كذا نسبة التسليح في نسبة مش ذاكر شو هي خليني بس أرجبكوها من الفيديو أرجبكوها و أرجع لازم تكون هاي النسبة أقل من 3 بالمية هذا هو 0.2 بالمية تسبة التسليح أمورها تمام فهذا التسليحه 2477 خلص عشيت الـ 2477 تسليح 10.18 28.20 حسب تسليح الجدار بالعادي تسليح الجدار بيكون على المينموم بيفرض فيه خلل هاي خيار تعديل هاي لا هاي خيار تعديل شو التعديل؟ انه انت هاي اتعدل هاذا المقطع انه تعمل تعديل ليس هاي كأنه هاي لا هنا في تهديل هاي 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 من هون هاي درا هاي 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 كيف نسبة التسليح ؟ نسبة وقال من المنوان تبدو تسليح 14500 من 100 تحل و امورك تمام طبعا ان تصنع كيف يعمل على البيه عليك كثير طبعا انت تقدر تودي خلص احنا هكا فعليا عملنا ديزاين للمبنى كامل طبعا نقول للمبنى كامل و اقول لك اه صمامة السلاب والبيم والفونديشن والكلام صمامت كل شيء هسه يظل علينا طبعا طبعا كيف صمامت البيمات و اقول لك البيمات انا طلعت نتائجها اه طيب تسليحه خلص انت معك المومنتات رح الانالسيز على شيد ال اكسل خلص انت معك المومنتات شوف value control station هاي مع قيم المومنت 50, 34, 29 29 184 هاي مع قيم المومنت سليح عليها اي هون قداش بي مومنت هون 150 سليح هاي المومنتات و خلص طلع تسليح نهائي طلع تسليح نهائي و شير نفس الاشي طيب البرنامج البرنامج طلع لك design تمام design تمام design و امورك تمام اه شو كما انظل اه اه بدي افك الحل او خلص بلاعة كنت بدي اتشوف اذا عندي انا عملت اذا عملت انا ايش اذا عملت انا ايش اذا عملت مثلا البروبرتي مدفاير شو بدي افرق معي اه انا بشوفها بورد لكم خبر ان شاء الله بس هو رح يفرق معك بالحل اكيد وبنسبة كبيرة المفروض نستعملها بس هيك بكون انتهى الفيديو وضعكم الف وعافية